أصدرت الحكومة قرارا بصرف مرتبات شهر مارس للعملين بالدولة بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرا وأوضحت الحكومة أنه سيتم واعتبارا من مرتب شهر مارس الحالي صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والتي تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10% من الأجر الوظيفية لكل منهم في الـ 29 من شهر فبراير الماضي وبحد أدنى 150 جنيها شهريا ودون حد أقصى وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفية للموظف في الأول من شهر مارس الحالي كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في الـ 29 من فبراير الماضي وبحد أدنى 150 جنيها شهريا ودون حد أقصى وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل في الأول من مارس الحالي ترجمة نانسي قنقر